21 سنة مرت على الاحتلال الامريكي للعراق في غزو تحالفت فيه قوى الشر والعدوان حيث امطرت الطائرات والسفن الحربية الامريكية العاصمة بغداد بالقنابل والصواريخ ايذانا ببدء حملة عسكرية نشرت الرعب والموت بين سكان العراق ودمرت مدنه وبنيته التحتية متذرعة بحجج واهية لتبرير غزوها الذي رافقه العديد من الانتهاكات فضلا عن الاعتقالات والقتل عكس حقيقة امريكا ومن تحالفت معه وكشف كذب وعودها بتحقيق الديمقراطية والرفاهية للشعوب اسس الاحتلال الامريكي الايراني للعراق لنظام طائفي وحزبي جعله بلدا مدمرا فيما ادت قرارات ادارة بريمر لانهيار مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والمدنية وتشكيل الاحزاب المسلحة المدعومة من ايران وشرعت الابواب امام الكثير من الاجراءات الانتقامية واستهداف مكونات بعينها بالاعتقالات والتغييب القسري واحكام الاعدام المسيسة وفقا لمحطة بي بي اس نيوز اور الامريكية التي اكدت ان تلك القرارات ادت لتفشي الفساد بشكل غير مسبوق وتدهور الاوضاع الاقتصادية خلال اكثر من عقدين من الفشل الحكومي العملية السياسية التي ترعاها امريكا وايران اثبتت فشلها بسبب المحاصصة الطائفية والعرقية التي ادت الى تغييب الهوية الوطنية للبلاد بينما قالت هيئة علماء المسلمين في العراق في وقت سابق ان تغيير الاوضاع الحالية في العراق يتطلب جهودا عراقية ودولية استثنائية وبناء عملية سياسية جديدة على اسس المواطنة والكفاءة بعيدا عن المحاصصة والطائفية الكثير من ابناء العراق وعلى مدار العقدين الماضيين تعرضوا للابادة الجماعية والارهاب والفقر والتشريد والتهجير القسري وفقدوا مدنهم التي اصبحت منزوعة السكان بفعل الميليشيات الموالية لايران واحزاب السلطة حتى اصبح العراق منطلقا لمشاريع الاجرام والارهاب وداعما لانشطة الميليشيات التي بلغ عددها اكثر من سبعين ميليشيا مسلحة تتلقى الاوامر من طهران وتعمل لخدمة مصالح الاحتلالين الامريكي والايراني بعد مرور اكثر من عقدين على غزو العراق تحتفل الاحزاب والميليشيات بيوم الاحتلال المشؤوم بينما لا يزال العراقيون يواجهون اثاره وتداعياته من ازمات متلاحقة ساعدت في انتشار الفقر والبطالة فضلا عن تغول الاحزاب والميليشيات اشتركوا في القناة